هنا عاصمة السيراميك في تركيا، مدينة إزنيك التابعة لولاية بورصة، فيها يصنع أجود أنواع السيراميك في العالم. هذا الفن الذي عاش مدة ذهبية في القرنين الرابعة عشر والخامس عشر، واستخدم أنذاك في زخرفة المساجد والقصور العثمانية. ومن هذا الوقف، وقف مدينة إزنيك للسيراميك، يخرج للعالم أفضل أنواع السيراميك المصنوع يدوياً بنسبة 100%. ويوفق رموز الحب والسلام بالألوان وازدخارف، ويكون جزءاً مهماً من التراث التاريخي والثقافي للبلاد الذي توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل، حتى وصل إلى زمننا الحاضر محافظاً على زخمه وقيمته. يتميز سيراميك إزنيك باحتوائه على 80% من مادة الكوارتزة التي تعد بين الأحجار شبه الكريمة، ما يكسبه بريقاً لامعاً لا يخفط حتى بعد عشرات السنين. مراحل صنع السيراميك تبدأ من هنا، حيث تخلط المواد وتجهز القوالب ثم تعبأ وتترك حتى تجف على هذه الأدراج لمدة متفاوتة بحسب سمك ومتانة كل قطعة. قبل أن تنقل إلى مرحلة الرسم عليها. رسوم ونقوش مختلفة ومنطقات بعناية فائقة ترمز إلى الطبيعة وأشكال الحياة المختلفة المميزة في التاريخ العثماني. وبين أبرز هذه النقوش، زهرة اللالي التركية، والسفن الشراعية، وطائر الفينق، وحتى بعض الكتابات والآيات القرآنية بالخط العربي المميز. أنا أعمل هنا منذ أكثر من عشر سنوات. في هذا القسم نقوم برسم الشكل وتلوينه. بالطبع الرسم يأتي بعد تصميم النقوش من طرف المختصين في اسطنبول. هنا نستخدم مسحوق الفحم في عملية نسخ النقوش وتحديدها. وذلك يساعدنا في تثبيت الألوان على الرسم ويمنع تداخلها. أما آخر مرحلة فهي تلميع السيراميك. بالنسبة لمدة العمل، فإن كل قطعة تستغرق حوالي شهر كامل. تركز هذه النسوة على كل كبيرة وصغيرة في الرسم والتلوين، حتى تكون كل القطع متشابهة ومتطابقة خصوصا من حيث درجة اللون والشكل. وبحرفية شديدة تقوم كل واحدة منهن بصبغ عشرات وربما مئات قطع السيراميك يوميا. وعقب الانتهاء من التلوين، ترصف قطع السيراميك على هذا اللوح جنبا إلى جنب حتى تجف الألوان كلها. استعداداً لآخر مرحلة قبل عرضها للبيع، وهي مرحلة دخول الفرن. يعد هذا المصنع نافذة من نوافذ تركيا على الأسواق العالمية عبر تصدير السيراميك. هذا الفن الذي يلقى إقبالاً من الخارج ومن الداخل أيضاً، فالأسواق المحلية تسخر بمنتجات سيراميك مدينة إزنيك. في شوارع إزنيك يستمتع الزوار بمعروضات المحال من قطع السيراميك، بينها أوان معدة للاستخدام اليومي، وتحف للزينة والتزويق، وأخرى للبلاط. إنه سيراميك رائع ومميز للغاية. هذه زيارة الأولى لإزنيك، وقد تفاجأت بجودة منتجات السيراميك وجمالها. إنها حقاً تحف فنية. لدينا أقرباء هنا في إزنيك، ونأتي لزيارتهم دائماً. هذه المرة جلبنا معنا أصدقائنا لنعرفهم جمال هذا المكان، ونطلعهم على سيراميك إزنيك. فعلاً هو رائع ومميز. في الحقيقة، حين كنت صغيرة لم يكن هذا السيراميك يشد انتباهي، لكن الآن صرت أدرك قيمته وأصبحت أهتم به، وأشتري الكثير منها، وتشدني إليه هذه النقوش الصغيرة والدقيقة. أنا أعشقها خصوصاً رسومة هذه الظهور، إنها رائعة. في إزنيك، لا عجبان تكون صناعة سيراميك فنًا يمتهنه جل سكانها، فحتى في المحال الصغيرة، قد تجد أمثال هذا البائع البسيط الذي ورث هذا الفن أباً عن جد، ويقضي وقته في رسمي والتلوين هذه التحف الفنية المختلفة. أعمل في هذه المهنة التي ورثها عن والدي منذ أكثر من أربعين عاماً. والدي بعد تقاعده من عمله فتح هذا المحل وبدأ في صناعة وبيع الخزف والسيراميك. لدي ثلاثة إخوة، وكلنا ورثنا صناعة السيراميك عن والدنا. ما يميز السيراميك إذنك، أنه يحتوي على 85% من مادة الكوارتز، وهذا هو السر الذي يجعل القطعة تعيش مئات السنين. دون أن تتغير. فالكوارتز مادة صلبة ولامعة، وهي تضيف قيمة جمالية على القطع الخزفية. سيذكر التاريخ سيراميك إذنك بين أهم الأثار الجميلة التي تركها العثمانيون وانتشرت في ربوع الأرض قبل عدة قرون، وما زال بارقها ساطعاً، يلفت الأنظار حتى اليوم.